أزمة مالية تحل في كردستان العراق وتنذر بأزمة اقتصادية لها تأثيرات سياسية على مستوى الأحزاب الحاكمة هناك وعلى علاقاتها مع الأحزاب في بغداد بالإضافة إلى تدعية على المستوى الشعبي ورفع حالة الصخط والتذمر مصدر مسؤول في وزارة المالية في أربيل كشف عن تزايد الضغط الشعبي والتذمر في كردستان العراق نتيجة عدم توزيع رواتب شهر حزيران حتى الآن مؤكداً أن الحكومة لا تستطيع تأمين حتى ربع رواتب الموظفين بسبب عدم وجود السيولة المالية نتيجة لعدم استئناف تصدير النفط وعدم إرسال بغداد للتخصيصات المالية هذه التطورات دعت رئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني إلى توجيه نداء لجميع الأحزاب الكردية لتوحيد المواقف أثناء المطالبة بالرواتب من حكومة بغداد وتدارك انفجار الأوضاع في الشارع دعوة تصطدم بتفكك الموقف الكردي والصراعات التي تفاقمت بين حزبي بارزاني وطالباني في العوينة الأخيرة وخروج اتهامات متبادلة من كلا الطرفين بالفساد وإفشال العمل الحكومي وتأتي الأزمة المالية مدفوعة بإدة أسباب أهمها توقف تصدير نفط كردستان العراق عبر تركيا وتأثيره الكبير عن الموارد المالية كذلك تعثر الوصول مع حكومة بغداد الاتفاق النهائي بشأن قانون النفط والغاز هذا القانون الذي تركته القوى السياسية كورقة مساومات بعد كل انتخابات بينما الشعب يدفع فاتورة المصالح السياسية من حقوقه بثروات البلاد وضمان توزيعها بشكل عادل لجميع العراقيين مراقبون يرون أن الضغوط المتزايد على كردستان العراق ستدفع حزب بارزاني إلى الخضوع لشروط الإطار التنسيقي وموافقته على مخططاته السياسية وإلا فإن هذه الأزمة المالية ستولد احتجاجات شعبية لا قبل لحزب بارزاني باحتوائها